رئيس الوزراء يرأس اليوم نيابة عن رئيس السيسي وفد مصر في قمة الاتحاد الافريقي في دورتها الحادية وثلاثين في موريتانيا طلاب الثانوية العامة يختثمون اليوم امتحانات الدور الاول للعام الدراسي الحالي استناف المفاوضات بين روسيا وفصائل المعارضة المسلحة لانهاء القتال في محافظة درعة جنوبية سوريا بعد وسطة اردنية العشرة صباحا في القاهرة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش نشرتنا الاخبارية لهذه الساعة اهلا بكم الى التفاصيل شدد رئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الخامسة لثورة الثالثين من يونيو على ان شعب مصر اوقف موجة التطرف والفرقة بمنطقة الشرق الاوسط تحتفل مصر اليوم بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين يونيو 2013 ذلك اليوم الخالد في تاريخ مصر عندما قال الشعب المصري العظيم كلمته بصوت هادر مسموع لانحن العالم احتراما لارادته ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها من مسار الشر والاقصاء والارهاب لرحاب الامن والتنمية والخير والسلام وقال رئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر تسير الان على الطريق الصحيح تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية من خلال عدد من المشروعات التنموية الاملاقة التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة وتوفر الملايين من فرص العمل وتقيم بنية اساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة وتشير النتائج المتحققة حتى الان الى اننا نسير على الطريق الصحيح فقد ارتفع احتيات مصر من النقد الاجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل الى اكثر من 44 مليار دولار حاليا مسجلا اعلى مستوى حقاقته مصر في تاريخها كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ 5 سنوات ليصل الى 5 و 4 من 10% يترأس اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي يترأس وفد مصر المشاركة في دورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي التي تعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوت تحت شعار لانتصار في معركة مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول افريقيا شارك سامح شكري وزير الخارجية نيابة عن السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي امس في مائدة مستديرة حول تمكين المرأة في افريقيا وقمة مجلس السلم والامن بشأن جنوب السودان وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الافريقية في نواكشوت وخلال كلمته اكد شكري على توفر الارادة السياسية لتحقيق اهداف اجندة افريقيا الفين وثلاثة وستين خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والقضاء على اشكال العنف والتمييز ضدها كافة وفيما يتعلق بقمة مجلس السلم والامن حول جنوب السودان اكد شكري دعم مصر لكافة جهود تسوية الازمة واحلال الامن والاستقرار في البلاد في ظل احترام سيادة ووحدة جنوب السودان الشقيق يؤدي طلاب الثانوية العامة اخر امتحانات الدور الاول للعام الدراسي الفين وسبعة عشر الفين وثمانية عشر في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والفلسفة والمنطق لشعبة الادبي ورياضة تطبيقية الستاتيكا لشعبة علمي رياضة ونفى رئيس قطاع تعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي صحة ما ورد على صفحات الغش بشأن تسريب بعض صفحات امتحان بوكلت مادة الجيولوجيا وأوضح حجازي انه بالرجوع للمطبعة ولجنة واضعي لامتحانات تأكد كذب ادعاء صفحات الغش الالكتروني يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي اجتماعات جلسته الخامسة والاخيرة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشرعي الثاني وذلك حتى الرابع من يوليو الجاري في القاهرة تعقد اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربي اجتماعها اليوم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الرعيات للارهاب وذلك بحضور وفد رفيع المستوى عن السودان برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية اسامة فيصل كانت هيئة مكتب البرلمان العربي قد اجتمعت امس للتحضير للجلسة العامة الخامسة والاخيرة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشرعي الثاني الى الملف السوري حيث اسفرت وساطة اردنية عن استئناف المفاوضات بين عناصر المعارضة المسلحة والجيش الروسي في بصرة الشام بهدف وقف الاشتباكات الدائرة في محافظة درعا جنوب غرب البلاد وفقا لما اعلنته مصادر المعارضة كانت المعارضة قد اعلنت فشل المفاوضات التي جرت امس بين الجانبين بسبب رفض المعارضة الشروط التي طرحها الجانب الروسي لاستسلام عناصرها بالكامل ميدانيا تواصلت الاشتباكات والغارات الجوية والصاروخية في عدة مناطق بمحافظة درعا ما اسفر عن سقوط ستين شخصا على الاقل خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية اصيب تسعة عشر شخصا بجروح اليوم في تفجير انتحاري استهدف مخازن سندوق الاقتراع في مدينة كاركوك شمال العاصمة العراقية بغداد يأتي الانفجار قبل يومين من بدء اعادة فرز اصوات الانتخابات التي جرت في مايو الماضي يدويا في كاركوك بالاضافة الى ست محافظات اخرى وذلك بعد ورود شكاوى بشبهة تزوير حسب ما اعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات اعلن الجيش التركي انه قتل ثمانية مسلحين اكراد في ضربات جوية بشمال العراق وجنوب شرق تركيا مطلع الاسبوع واضاف الجيش ان الضربات الجوية نفذت في منطقة زاب العراقية واقليمي شرناق وفان بجنوب شرق تركيا تمكنت القوات اليمنية المشتركة من احباط محاولة التفاف وتسلل ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها بمدرية ادري همي جنوب غربي مدينة الحديدة ووقعت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة باسناد من التحالف العربي وميليشيا الحوثية ولتزال المواجهات العسكرية المتقطعة مستمرة تحديدا في قرى الحمدية والحايت والرومان والفازة بعد فرر الحوثيين اليها كانت قوات الجيش الوطني في اليمن قد اعلنت انها نجحت في فرض سيطرتها على اولى قرى مديرية السودية شمالية محافظة البيضة وسط البلد تبادلت قوات حكومة جنوب السودان والمتمردون لاتهامات بشأن شن هجمات على مواقع الطرف الاخر امس بعد ساعات من بدء سريان اتفاقي وقف اطلاق النار وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان ان المتمردين شنوا هجمات منسقة على مواقع الحكومة في اربع ولايات بهدف محاولة السيطرة على المزيد من الاراضي قبل بدء وقف اطلاق النار بشكل دائم في المقابل قال المتحدث باسم المتمردين الجيش الشعبي لتحرير السودان ان جيش جنوب السودان هاجم مواقع المتمردين في قرية بورو الواقعة في الشمال الغربي بالقرب من الحدود مع السودان بدعم من فصائل موالية للحكومة شارك متظاهرون غاضبون من سياسة الهجرة الامريكية في مسيرات في مختلف الولايات الامريكية احتجاجا على فصل افراد عائلات المهاجرين تطبيقا للسياسة التشدد التي ينتهجها رئيس الامريكي دونالد ترامب في مسيرات احتجاجية شارك فيها عشرات الالاف من الامريكيين بعدة مدن في انحاء الولايات المتحدة طالب المتظاهرون ادارة رئيس دونالد ترامب بوقف سياساته المتشددة بشأن الهجرة التي ادت الى فصل اطفال عن ابائهم وامهاتهم على الحدود مع المكسيك ودفعت البعض للتفكير في اقامة معسكرات احتجاز يديرها الجيش خارج البيت الابيض لوح المحتجون بلافتات تطالب بلم شمل الاسر دعين الادارة الى ان تكون اكثر ترحيبا بالاجانب وعلى جسر بروكلين بنيورك شارك الاف المحتجين في مسيرات حاملين لافتات تدعو الى عودة امريكا الى انسانيتها وترحب بالمهاجرين اما على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك فقد اغلق المحتجون جزئيا جسرا يربط بين الباس في تكساس وسؤدات خواريز في المكسيك في حين تجمع الالاف في شيكاغو للسير باتجاه المكاتب المحلية لسلطات الهجرة الاتحادية ويقول ترامب ان الهجرة غير الشرعية تزيد معدلات الجريمة وطبق في مايو سياسة صارمة اطلق عليها سياسة عدم تسامح لمحاكمة جميع المهاجرين الذين يتم القبض عليهم بسبب دخول البلاد بطرق غير مشروعة وادى ذلك الى فصل اكثر من الفي طفل عن ابائهم وامهاتهم ما اثر موجة غضب عارمة الشهر الماضي حتى من بعض اعضاء الحزب الجمهوري تعقد المستشارة الالمانية انجالا ميركل اجتماعا مع عضاء حزبها لتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي الشريكان في الاتلاف الحاكم لمناقشة خطة تخفيض اعداد المهاجرين الى المانيا يعد الاجتماع مهما للغاية حيث انه من المرجح ان يحدد مصير الاتلاف الحكومي الذي ترأسه ميركل كانت المستشارة الالمانية قد عرضت على شركيها في الحكم سلسلة من الاجراءات لتعزيز مراقبة تدفق المهاجرين بحزب وثيقة وجهتها ميركل اليه مع عشية هذا الاجتماع في سياق ذاته اعلنت ميركل انها ابرمت اتفاقات مع 14 دولة جديدة من دول الاتحاد الاوروبي لاعادة مهاجرين مسجلين في تلك الدول اليها من بينها الشيك والمجر التي نفتا هذا الامر يدل اليوم الناخبون في المكسيك باصواتهم في اقتراع رئاسي يتنافس فيه ثلاثة مرشحين من بينهم مرشح اليسار الاوفر حظا للفوز الملقب باملو والذي يعد بتغيير جذري في البلاد خاصة في اطار مكافحة العنف والفساد الى جانب الانتخابات الرئاسية سيختار الناخبون المكسيكيون البالغ عددهم حوالي 89 مليون اعضاء مجلسي انواب وشيوخ وعددا من اعضاء المجالس البلدية ومجالس الولايات وقد سبقت عملية الاقتراع واحدة من اعنف الحملات الانتخابية في تاريخ المكسيك اسفرت عن اغتيال 136 سياسيا على الاقل من بينهم 48 مرشحا كما ادنت الامم المتحدة مقتل صحفين خلال حملات العنف ودعت الى اجراء تحقيق فوري بهذا الشأن وختم لهذه النشرة هذا تفكير بابرز ما ورد بها من انباء رئيس الوزراء يرأس اليوم نيابة عن رئيس سيسي وفد مصر في قمة الاتحاد الافريقي في دورته الحادية والثلاثين في موريتانيا طلاب ثانوية العامة يختتمون اليوم امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي استئناف المفاوضات بين روسيا وفصائل المعارضة المسلحة لانهاء القتال في درعة جنوبية سوريا بعد وساطة اردنية تتم نشرتنا لهذه الساعة شكرا للمتابعة بعد قليل جولة صحفية إلى الأسر